السيد احمد جهال فيما يخص المشاعد المصرف جهاز لسه حتى هذه اللحظة في خلافات كبيرة جدا 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 داخل مجلس الادارتحاد الكورة يمكن الاسم اللي ترشح مؤخرا يمكن من الله يتم إعلان عنه الكابتن محمد يوسف مرشح دلوقت بقوة داخل من ضمن الأسماء اللي موجودة محمد شوقي يمكن فيه حوالي أربع أو خمس أعضاء مجلس الادارتحاد الكورة المتحفزين عنه وتوجده هل خلاص وقاد فرصته في التوجد في الجهاز الفني الكابتن محمد يوسف؟ الكابتن محمد يوسف مرشح مرشح بقوة كمان وهو قابل؟ انا متكلم على مدير فني كان مدير فني دي عادة صدق منتخب أول وبالنسبة له فرصة انه يتواجد اه منتخب الأول لا انا متكلم على المنتخب الأول كابتن محمد يوسف مرشح من ضمن الأسماء المرشحة محمد شاب زي ما اقول لحضرتك كده فيه خلافات عليه حتى هذه اللحظة يمكن فيه أكتر من عضو متحفز على تواجده انه كان موجود قبل كده مع المنتخب فندي فرصة لعنصر آخر طبعا عبس الطار صبري موجود في الصورة وعبس الطار صبري في مطش نهائي الكاس ما بين الأهل والزمالك قابل روي فيتوريا وراجل أول ما شافه تعرف عليه وسلم عليه والجهاز المعاون كله اللي موجود مع فيتوريا عارفه عبس الطار صبري انتعرف ان هو لعب بني فيكا طبعا وكان فيتوريا كان معايا ديفي وحكيالي تفاصيل كثيرة وكان فيتوريا بيدرب فريق الشباب فالرجل يعني عرض عليه هو طبعا حس ان الفترة الأخيرة دي انهو مهمش شوية مش موجود في الصورة فقال خلاص انا هروح على فيتوريا ويعني معنى كده انهو عرض نفس عليه ورجل قال خلاص احنا ما عنديش مشكلة وعشان كده هو برضو فيتوريا اشترط على اتحاد الكورة اي مدرب مساعد هو كان متحفز في الاول كان معلومة عندي كان متحفز الان يكون جهاز مصري موجود معاك مع اي مدرب مصري اه هو خلاص هو المدربين الموجودين معاهم وده لها اللي اشتغل معاهم وما عندوش مشكلة خالص يعني ولكن بعد المكالمات من اتحاد الكورة والجلاسات اه حد موجود معاك عشان يقدر لو فيه مشكلة فيه حاجة فيه لعيبة موجودة يقدر هو يعني يكون المرئة بالنسبة له تواجد مع الفترة الجاية في الجهاز الفني ان هو يقعد معاك او شوف السيرة الذاتية بتاعته نفس الموضوع مع المنتخب الولومي هو يمكن قاعد مع كابتان حزم اهم ووقع العقود معاها في البرتغال اشترط عليه المدير الفني الجديد من المنتخب الولومي هو يبقى عارفه قبل الاعلان عنه او التعاقد معاك اه يمكن مكالي خلاص انزا ما اقولك كده خلاص هل طلب فيتوريا انه يعمل انترفيو او مقابلة شخصية مع المدرب المساعد المصري اللي هيختاره اتحادي الكورو هو ده المفروض اللي هيحصل المفروض اللي هيحصل حتى هذه اللحظة انت عارف يمكن ما تمش الاعلان عن المدرب المساعدة رغم الاسماء المرشحة كتير اللي موجودة ولكن هو الراجل عاوز يقعد معاه برضو انت عارف هيقعد معاه فترة طويلة جدا فربما ما يكونش فيه راحة نفسية معاه مش بس راحة نفسية هو في العالم كله انت اصلا انا بتيجي تختار مدير الفني بتاعمل معاك انترفيو اصلا ده العادي بس انا من اعملش كده بس كمان المدير الفني اللي هيختار المدربين هو هعمله انترفيو عشان يشوف دوره في تشكيل الجهاز ايه هو انت برضو مش داخل دور شرفي انت مش موجود في الجهاز وخلاص هل عامل معاك انترفيو عشان اقول لك انا عايز منك واحد اتنين تغطر باعة هتعف تعملهم انا مش تغطر تعملهم هو هشوف تاريخه التدريب يا راجل ده درب فين وعمل ايه وانجازاته ايه وكان لعيب دولي ولا لا الحاجات ده بتفرق مع المدرب الاجنبي ما بيموش اسماء هو عاوض في النهاية انه هو ينجح وينجح بالتاقم اللي معاه ثانيا الراجل برضو اكيد موضوع الرحل النفسية ده برضو ربما يكون اسم كبير بس هو ما سيحولوش نفسيا فممكن تحصل مشاكل فبالتالي الراجل هو راجل يعني شايف انه هو الفترة اللي جاية لابد انه هو ينجح في عمله وبالتالي الاجهاز اللي انا معاه بقى هو مهم بالنسبة اشتركوا في القناة